والمزيد معنا من واشنطن المحامي عبد ايوب من اللجنة العربية الامريكية لمكافحة التمييز سيدي الحادثة هذه ماذا تعني بالنسبة لتقييمكم لمكافحة التمييز في الولايات المتحدة اولا ان هذه الحادثة يؤسف لها للغاية واننا نرسل صلواتنا وتعزينا الى اسر الضحايا والى كل من اصيبوا في هذا الحادث المؤسف مما لا شك في ان هذا الحادث سوف يولد ردة افعال كبيرة ضد جماعة العرب المسلمين لكننا كنا قد طلبنا من العرب ان يتحلوا بضبط النفس وان هذا الشخص لا يمثل شعوب العربية ولا شعوب الاسلامية وكما ذكرتم في تخريركم ان كان هناك سلسلة من الاحداث الدموية التي وقعت منذ نهاية التسعينيات حتى الان وحتى حادثة الاخيرة حيث تورط في مثل هذه الاحداث مجموعة من الضباط انتهى بهم الحال بقتل زملائهم او بقتل انفسهم ما نأمله هو ان لا يكون هناك ردود افعال لكننا بدأنا بتلقي تهديدات ازاء المجتمعات العربية والمجتمعات الاسلامية والى هؤلاء الذين ينظر عليهم من جنوب شرق اسيا او من دول اسيوية اخرى سوف يكونون عرضا لمثل هذه الحوادث خاصة على خلفية اندلاع مثل هذه الاحداث نعم استاذ عبد عندما نتحدث عن ما حدث لنضال بحسب المعلومات المتوفرة فهو قد تعرض لكثير من المضايقات من قبل الجنود في تلك القاعدة يعني ألا تعتقد ان ايضا على الجانب الاخر يجب ان يكون هناك خطط معينة للتعامل مع الامركان من اصول العربية او المسلمين بصورة عامة اولا استطيع ان اقول ان هناك الالاف من العرب الامريكيين الذين يعملون في السلك العسكري هو لديهم مناصب عالية وحساسة وهذا الرجل يكون ان قد تكون حادثته فريدة من نوعها لكن بعد ان يتم التحقيق في هذا الموضوع واذا ما ثبتت هذه الادعات وبصرف النظر عن الاستفزازات التي تعرض لها ملك حسين لا ينبغي به كان ان يتصرف بهذه الطريقة لان كل هذه الاستفزازات لا تشكل عذرا او حجة كان عليها ان يمر عبر القنوات الرسمية وان يقدم الشكاوى المطبوبة لكن نعلم ان القوات العسكرية الامريكية كانت قد عملت المسلمين بطريقة تتسم بالمساواة والعدالة ولدينا علاقة طيبة معهم هناك الالاف من العرب والمسلمين الذين يعملون في القطاع العسكري وهم يمثلون الجيش الامريكي بشكل عام وهذه الحادثة هي لا تمثل الاتجاه العام وكان يجدر بنضال ملك حسن ان يتصرف بطريقة مختلفة وان لا يثور بتلك الطريقة وباطلاق النار على زملاء سيد عبد كونة محامي هل مستعد للدفاع عن نضال او اعطاء الدعم بطريقة او باخرى لازال على قلب الحياة حتى الان في الفترة الحالية نحن لا نمثل ولا ندافع عن اي شخص في امام المحاكم لان دورنا هو تقديم النصر لكن في هذه البلاد يحق له تعيين محامي وسوف نعمل مع هذا المحامي المخصص له ونحن في اللجنة لا يحق لنا المثول امام المحاكم ولا نستطيع تنثيل اي شخص اخر فهناك في مثل هذه الحالة نحتاج الى شخص ممن له باع وخبرة طويلة ومن هو على دراية بالقوانين العسكرية بصورة معمقة لان هذه القضية تنطوي على تعقيدات كثيرة وانني على ثقة بانه سوف يكون هناك بعض المحاميين بعض محامي الدفاع الذين سوف ينظرون الى قضيتهم من زاوية نفسية ففي الولايات المتحدة لكل شخص له الحق ان يعين محامي ومن يدافع عنه امام المحاكم القانون من واشنطن المحامي عبد ايوب من اللجنة العربية الامريكية لمكافحة التنييز شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة